السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم كل عام وإنتم بخير وصفتنا اليوم شراب الكركدي من أفضل وأشهر المشروبات على صفرة رمضان مريح للجسم بعد صيام ساعات طويلة حنعمل اليوم بارد بطريقة سهلة جدا لكن في شوية ملاحظات لازم ننتبه إلها بالنسبة لهذا المشروب حتى يكون صحي ومفيد للجسم وما في أي أضرار لو عجبكم فيديو اليوم وحبيت توصلكم فيديوهات تانية اضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا جرس الإشعارات وأهلا وسهلا فيكم حنستعمل اليوم كوب من أوراق الكركدي وفيكم الضعف والكمية على حسب ما بدكم شايفين هذا هو الكركدي يفضل إن جيبه نوعية منيحة وجيدة لإنه بيفرق في لون وطعم الشراب أول إشي راح نغسله بالمية لإنه إلا ما يكون عليه شوية أتربة أو غبار نغسله وبنحركه بشكل سريع لإنه على طول زي ما إنتوا شايفين بصبغ على المية وطلعه من المية على مصفاية وبعد ما رفعته هتخلص منها هنلاقي في القاع شوية أتربة هنا حضرت لتر مية أو ما يعادل أربع أكواب المية عادية بدرجة حرارة الغرفة هضيف عليها الكركدي المغسول والمصفة شايفين مجرد ما أضفنا للمية بصبغ بشكل سريع وهذا دليل على إنه نوعية ممتازة وكتير منيحة بالنسبة لشراب الكركدي طعمه حامد فمشكلته إنه بيحتاج لكمية سكر كبيرة عشان يتحلق بشكل مقبول فهنا أنا حترك الخيار لكم في موضوع التحلية إذا بتحبوا تحلوه بالسكر ممكن تضيفوا كوب من السكر أو أقل شوية بهاي المرحلة وبتحركوا بشكل جيد لكن الأفضل إنحليه بالعسل لو متوفر أو بسكر مخصص للتحلية وممكن تحطوا كمية سكر قليلة وتتعودوا على طعمه اللي فيه حموضة بسيطة وبنغطيه لغاية ما يتخمر وحنتركه منقوع بالمية حوالي 3 ساعات مش أكتر لإنه ما بدنا نوصل للون الغامق وما يصير مركز وبعد مرور 3 ساعات تقريباً هذا اللون كتير منيح مناسب وزي ما حكينا ما بدنا نوصل للون لمركز الغامق لإنه حيصبح مضر للجسم أكتر من إنه مفيد وكمان لما نضيف له قطع التلج حيتخفف أكتر من هيك بنصفيه عشان نتخلص من ورق الكركديه وناخد عصير نقي بنضغط عليهم حتى ناخد الخلاصة كلها هيك تمام ما شاء الله لون رائع جداً بدي أحكي هنا ملحوظة مهمة لازم هذا العصير أو الشراب نتناوله بنفس اليوم وما يطول عنا بالتلاجة أكتر من 24 ساعة لإنه بيترسب فيه أنواع معينة من الأملاح اللي بتضر الجسم وخاصة الكلا عشان التحلي عندي هنا 3 معالق كبار من العسل ولإنه صعب يدوب بالكركديه فرح أضيف عليه شوية مية دافية وبدوب العسل بشكل منيح بعدين بنضيفه للشراب وبنحرك كتير كويس وهيك بيكون أصبح جاهز فينا نحطه بالتلاجة يبرد أو بنجهز قطع من التلج وبنضيف عليهم العصير صراحة شراب رائع جدا طعم وفايدة وكمان ملحوظة أخيرة أصحاب الضغط المنخفض ما يكتروا من شراب الكركديه لإنه مخفض للضغط يعني كوب باليوم كتير منيح وإن شاء الله فيه العافية وصحتين وهنا